السلام عليكم الساعة الناطقة لا طالما بحثنا عنها وخاصة باللغة العربية بصوت ذكوري أو أنثوي أو بلغة أخرى وأردنا أن نخصصها نجعلها تنطق كل ساعة أو كل نصف ساعة نخرصها ليلا طبعا من النادر جدا أن نجد تطبيقا يلبي كل هذه الاحتياجات ولكني اليوم سوف أستعرض معكم طريقة تجعل منكم أنتم من يصنع كل هذا فابقوا معي بعد قليل لمعرفة التفاصيل قبل أن أدخل في التفاصيل دعوني أشارككم نطقا للساعة الناطقة عبر تحكم أنشأته سلفا استمعوا إلى ما يقوله هذا الاختصار الامر أسهل مما تتصورون يتطلب قليلا من التركيز هيا بنا إلى إنشاء اختصار لتوقيت آخر نجعل الساعة ناطقة فيه بما نريد وبالشكل الذي نريد وبالصوت الذي نريد إذن نضغط في الأعلى على إنشاء تحكم ثم إنشاء تحكم شخصي هذا هو الذي يهمنا هذا العنصر الأول هذه عناصر منشأة قابلة للتخصيص أنشأتها أبل وجعلتها رهنة إشارتك لتطلق العنانة لخيالك التقني يفعل بها ما يشاء إذن أضغط عليها مفاد هذا التحكم التلقائي عندما يكون الوقت من النهار هكذا يعني افتراضيا في الوقت الذي نحن فيه 11 و11 دقيقة لا تغير أي إعداد من هذه الإعدادات ولكن لا بأس من للطلاع عليها في السلسلة الأولى من الاختيارات هل تريد أن يكون هذا الوقت ليلا أو نهارا أو في وقت من النهار دعها في وقت من النهار أما في السلسلة الثانية يوميا أسبوعيا شهريا لنا دعها في يوميا أعود إلى التوقيت ل أغيره حسب الوقت الذي أريد الساعة أن تنطق فيه إذن أضغط عليه وأضغط حذف أكتب الوقت الذي أريد لأقول مثلا العاشرة إذن إذن أكتب عشرة ثم صفر صفر هذا الأمر ما تركوا لكم هل تريدون الساعة أن تنطق كل ساعة أو كل نصف ساعة سأ أجل حديث عن بعض النصائح التي أزودكم بها وهي عملية فيما يتعلق بإنشاء هذه الاختصارات اختصارات الساعة الناطقة إذن اخترت العاشرة وهناك فرق بين العاشرة ليلا والعاشرة صباحا لمن أراد أن يعني يضبط الساعة على الموعدين إذن ضبطت الوقت أضغط التالي هنا بعد أن ضبطت الوقت وضغطت التالي لأن أنزل إلى الأسفل وأضغط على الحقل أو أضغط على إضافة إجراء النتيجة وحيدة هنا أضغط في الأعلى على حق اللي بحت أيضا الموجود هناك وأبحث عن نطق طبعا نموذج الفرنسية ولكم أن تكتبوا باللغة التي تريدون وسبق أن وضحتوا هذا في اختصار وفي تحكم من تلقائين آخر إذن سأكتب الاختصار صوتيا نطق نطق إذن اخترت أنزل إليها أكسيون أنزل إلى الأسفل المبصرون يضغطون مرتين والمكفوفون مستخدم يقومون باستعمال الدوار وإضغطونا مرتين عند العثور على تحرير ولهم أن يكتبوا هنا ما شاء أريد أن تنطق الساعة بما يلي بكل بسطة بمأنني اخترت الفرنسية إلي ديزر إلي ديزر طبعا تقومون بكتابتها إن لم يعجبكم نطق الصوت لها لكم أن تتحايلوا بوضع النقطتين مثلا إلي ثم نقطتين وتكتب ديزر سأكتب صوتيا إلي ديزر إلي ديزر أقرأها بويس أوفر هنا لكم واسع النظر إذا أردتم الاكتفاء بنطق النظام نطق الآيفون للساعة فتتوقفون هنا ولكنني أريد أن أغني هذه الساعة الناطقة أولا أريد أن أتحكم في الصوت يعني قد يكون الصوت منخفضا ولكنني في هذا الوقت بالضبط أريد أن يكون مئة في المئة حتى أستمع للساعة الناطقة ولو كنت بعيدا عن الآيفون لهذا أضغط على إضافة إجراء داخل نفس تحكم وأضغط على سكريبت ثم أنزل حتى أجد غيقلي لفوليم ضبط مستوى الصوت أضغط عليه لاحظوا أنزل إلى أن أجد تحديد على 50% تحديد على 50% استخدم الضوار أو أضغط مرتين كما أشرت سابقا ها هو المؤشر أرفعه إلى 100% ثم أضغط هذا فرميه إلى الأسفل أين توجد أين توجد أين توجد قرر أضغط على الأمر في الأذهان أضغط عليه لاحظوا أضغط عليه وأضغط على أنونسي لتكست أضغط مرة أخرى على هذا هذا هو اختصارنا أو تحكمنا التلقاء اليوم موضوع اليوم استوحيته من طلب لأحد المتابعين وأشكره على ذلك أشير إلى أنه لإنشاء تحكمات للإخبار بالساعات التي تريدون أو الأوقات التي تريدون من اليوم تقومون بالعمل نفسه وهنا تأتي النصائح التي أود مشاركتكم إياها والتي أشرت إليها في البداية أنصحكم بعدم إنشاء اختصارات لنطق الساعة ليلا وبالنسبة الأوقات الأخرى لكم أن تختاروا كل نصف ساعة أو كل ساعة وأقترح عليكم كل ساعة فهذا يكفي حتى لا يصبح الهاتف مصدر إزعاج بقي أن أشير إلى طريقة تخلصكم من الكم الهائل للإشعارات القادمة من تطبيق الاختصارات لأجل ذلك ندخل إلى الإعدادات وننزل إلى وقت الشاشة ثم نضغط في الأسفل على الطلاع على كل أنشطة ونبحث في الأعلى على يوم هناك يوم وأسبوع ها هي وننزل أسفلها إلى أن نجد ركورسي اختصارات في حالة ما لم نجده نضغط في الأسفل على المزيد حتى نجده ندخل إلى ركورسي لاحظوا بالنسبة لي الإشعارات تم إيقاف وتشغيلها تكون بهذا الشكل تكون مفعلة ومشغلة أوقف تشغيلها يعني إيقافها لن يؤثر على توصلكم بالإشعارات إشعارات الساعة الناطق أدرك أنني قد أطلت عليكم قليلا ولكن كثرة سؤالكم عن تفاصيل إنشاء تحكم تلقائي جعلتني أشرحه بطريقة مفصلة وعذرا للذين يريدون الاختصار فأنا أحاول أن أوفق بين الرغبات ما أمكنني إلى ذلك سبيل لقاء آخر دومتم في رعاية الله والسلام عليكم